ما هو المطلوب مننا فضاء إله يعيش بيننا؟ الله يحبنا يعيش بيننا ما هو المطلوب منك؟ ما هو المطلوب من كل واحد مننا؟ المطلوب مننا خروج 19 أربعة على الستة مكتوب إلا أنتم رأيتم ما صنعت بالمصريين وأنا حملتكم على أجنحة النسور وجئتوا بكم إلي فالآن إن سمعتم لي الصوتي وإنتبهوا الإصغاء يعني إنك تسمع وتعيش وحفظتم عهدي لتكونون لي خاصة من بين الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة هذه هي الكلمات التي تكلم بها بني إسرائيل وأنا بعرف أنه أسبوع الجي سندرس هذا النص وإن شاء الله أنه سنتبارك منه ما هي الوصاية التي يجب أن نحفظها؟ ما هي؟ إذا بعدد لكم إليها طويلة كثيرا وسأعطيكم بعض الأمثلة لتعرفوا هذا الإله الذي عيش بيننا ما يتوقع مننا؟ مثلاً بلويين 19 تعرفوا من بعد خروج 20 في الوصاية الوصاية العشرة التي كلكم حافظينهم بلويين 19 اسمعوا مثلاً ما يتوقع الله مننا بيقول تهابون كل إنسان أمه وأباه وتحفظون سبوتي أنا الرب إلهكم لا تلتفتوا إلى الأوثان وآلهة مسبوكة لا تصنعوا لأنفسكم عدد 11 لا تصرقوا ولا تكذبوا ولا تغدروا أحدهم أحدكم بصحبه ولا تحلفوا باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب العدد 13 لا تغصب قريبك ولا تسلب ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد ولا تبت أجرة أجير عندك إلى الغد لا تشتم الأصم الوقدام الأعمى لا تجعل مع ثرة بلخش إلهك أنا الرب لا ترتكبوا جوراً في القضاء يعني ما تظلموا لا تأخذوا بوجه مسكين يعني ما تسيروا المسكين على حساب الحقيقة لا تحترم وجه كبير يعني لا تحابوا عظيماً بالعدل تحكم لقريبك لا تسعى في الوشاية بين شعبك لا تقف على دم قريبك أنا الرب إلا تبغض أخاك في قلبك إنذاراً تنذر صاحبك لا تحمل لأجله خطية لا تنتقم ولا تحقد على أبناء شعبك بل تحب قريبك كنفسك أنا الرب عدد 31 لا تلتفت إلى الجان وإذا نزل عندك غريب في أرضكم فلا تظلموه كالوطني منكم يكون لكم الغريب النازل عندكم وتحبه كنفسك لأنكم كنتم غرباء في أرض مصر فتحفظون كل فرائدي وكل أحكامي وتعملونها أنا الرب حتى الحيوان بتعاملوا بالرفق لا تكم ثوراً في دراسه كيف ممكن أن نلخص كل هذه الوصايا لخصنا إياها الرب يسوع المسيح لما جمع بين تثنية ولويين تثنية ستة بقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولويين 19 بعد النواهي كلها بقول بل تحب قريبك كنفسك أنا الرب يعني غاية الوصايا المبدأ الذي يفرض نفسه على كل الوصايا أن تحب الله وتحب القريب كنفسك يعني إذا بتاخد المحبة مفهوم المحبة وبتعيش المحبة أنت بتطبق كل وصايا الله طيب وشو بيصير إذا ما طبقنا الوصايا شو بيصير إذا لم نحب في نتائج لعدم المحبة إذا أنت عندك مزهرية كتير حلوة وثمينة وكسرتها شو بيصير لما تكسرها بتخسر قيمتها بتخسر قيمتها ونفس الشي المحبة المحبة إلىها قيمة لما بتكسرها بحياتك بتكسر قيمتها بتكسر بركاتها وبركات المحبة المصالحة بركات المحبة السلام بركات المحبة رضى الله عليك بركات المحبة الحياة بركات المحبة مليانة فانت لما بتكسر المحبة بدك تتوقع نتائج عدم المحبة ببلدك ببيتك بكنيستك غياب المحبة بولد الشر والخطيئة شوفوا شو بقول بتثنية 27 26 لما ما منطيع الوصايا الانسان يلعن يقول ملعون بالعدد 15 تثنية 27 ملعون الانسان الذي يصنع تمثالا منحوطا أو مسبوكا يعني إذا ما بتحب الرب إلهك وبتزني عليه من خلال آلهة أخرى وأصنام ده ما بتكون بتحب الله وإذا ما بتحب ربنا في نتائج ملعون من يستخف بأبيه وأمه يعني إذا ما بتحب أهلك وبتحترمهم في نتائج لعدم المحبة ملعون من يضل الأعمى في طريقه أعمى محتاج مضطرب يحتاجك بتضله هذا عدم محبة وعدم المحبة لعني الملعون من يعوج حق الغريب واليتيم والأرملة ملعون من يضجع مع امرأة أبيه مع امرأة أبيه ملعون من يقتل قريبه في الخفاء ملعون من يأخذ رشوة لكي يقتل نفسه دم بريء ملعون من لا يقيم كلمات هذا النموس ليعمل بها ويقول جميع الشعب أمين لشو أمين يعني إذا يا رب ما عشت بمحبة أنا واعي أنه في لعني تثنية 25 تثنية 28-16 ملعون تكون في المدينة ملعون تكون في الحقل ملعون تكون سلتك ومعجنك ملعون تكون سلتك ومعجنك ملعون تكون ثمرة بطنك وثمرة أرضك نتاج بقرك وإناث غنمك ملعونا تكون في دخولك وملعونا تكون في خروجك يعني الناس بتلعنك يعني الأرض تتقيأك يعني بيخرب البلد لما المحبة بتغيب وشوبه لبنان اليوم لبنان مشكلته غيبت عنه المحبة ولما بترجع المحبة بيرجع السلام ببلدنا فإذن شو العالمة أن الله في وسطنا شو العالمة أن الله في وسطنا الله في وسطنا يعني الله بيحبنا شو العالمة أنه الله في وسطنا بين الناس أنه نطيع الوصايا وقمة الوصايا جوهر الوصايا المحبة فالعالمة أنه الله في وسطنا هي المحبة فشوف الديش المحبة مهمة يعني إذا أنت ما عشت بمحبة أنت عم بتقول أنت عم تعلن بطريقة غير مباشرة أنه الله منه موجود في الوسط شوف خطية عدم المحبة الديش مؤلمة لأنه لما ما تحب أنت عم ترفض حقيقة وجود الله بيننا وإنت بطريقة غير مباشرة عم تشهد لعدم وجود الله في الوسط العلامة علامة وجود الله هي المحبة فاليوم بدي شجعك تحب بدي شجعك تحب بعد ما حبينا بما فيه الكفية بعد ما حبينا بعلاقاتنا بديك تحب مما كانك وكل شخص يتواجد بمحضرك بديك تحب الكبير والصغير البعيد والقريب بديك تحب يجرحك ويلي بيظلمك ويلي بيسيق لإلك أنا بعرف أنه هذا الشيء صعب مستحيل بشريا أنه الإنسان يحب صح؟ بهذه الطريقة لكن لأنه إلهك معك لأنه إلهك يا موسى إلى جانبك تستطيع أن تحب تستطيع أن تحب فالله كيف حبنا؟ الله حبنا لما بينادي قادي بيناتنا وبيقول لهم أنا أكون معك أنا أكون معكم تظهر محبته لما منشوفها القادي عم بيعيشوا لرب مثل إخوتنا، مثل أحبائنا هي علامة محبة الله لإلنا كيف الله بيحبنا أنه الله حاضر معنا ليس بس كأفراد، الله حاضر في وسط الجماعة هذه علامة محبته لنا أنه ماشي قدامنا عم بيقودنا ونحنا منعبر عن هالحقيقة حضور الله في حياتنا من خلال أمر واحد هو المحبة أختي، إجا العهد الجديد، انتبه معي حتى يجمع ما بين الحضور الإلهي والمحبة الإلهية إجا العهد الجديد يكشف لإلنا ويعلن لإلنا ويجمع ما بين الحضور الإلهي والمحبة الإلهية وكشف لإلنا أنه الله حب لدرجة ليس بس يمشي مع الإنسان بل أيضا يموت من أجل الإنسان هل قدي حبك هل قدي حبنا فقليل إنه نحب صعب إنه نحب اليوم بدأ دعيك نحو المحبة